أزيد من 11 ألف سكن من مختلف السياغ قيد الإنجاز منها ما يقارب 6200 سكن اجتماعي استفادت منها ولاية المسيلة في هذا الخمسي ستوزع 5000 وحدة سكنية قبل نهاية العام بحسب ضمانات والي الولاية مشاريع فعلا ضخمة لكن منها ما هو ضعيف التقدم من ناحية الأشغال جعل المواطن يطرح أسئلة كثيرة خلال اليوم الإعلامي للسكن الذي أقيم بدار الثقافة الشهيد جنفود الحملاوي بالمسيلة من قبل مصالح مديرية السكن نتمنى أن ينجح البرنامج الرئيس وخوص عدل نحن من 2013 مكتسبين نتمنى من السيد الوالي أن هذا اللجنة شهريا تمدلنا كما نقول التقرير تجزئات اللي مش متسوية وضعيتها حال المتا هذا الموضوع هذا بخصوص قانون 0815 لتسوية رخص البناءات والذي تم تمديده إلى سنة 2019 بعد أن توقف في أوت 2015 يتحدث رئيس مصلحة البناء والتعمير هناك استمرارية لتسوية الوضعية على المواطن وبهذا يعني من هذا المنبر أن نشوف المواطن بشي تقرب أيضا ويعرف كيفية الإيداع نوه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى أن آجال تملك السكن الإيجاري سواء لأصحابه أو للمستأجرين قبل سنة 2004 سينتهي في ديسمبر المقبل أهم في هذه النقطة أن هذا القانون اللي يسمح للمواطن بتملك هذا السكن رائح تنتهي الفعال ينتعوه في أخر السنة في 31-12-2017 قوانين كثيرة وإجراءات قانونية عديدة في صالح المواطن يمكن تعرف عليها بالتقرب إلى مصالح السكن والعقار الأقرب اشتركوا في القناة